ظهر النجم المغربي حكيم زياش في مركز غير الذي أعتاد أن يشغله سواء مع المنتخب المغربي أو تشيلسي وأيكس أمستردام وظهر خلال الثلاث مباريات مع جلاتا سراي في مركز صناعة اللعب رقم عشرة بعدما أعتاد سابقاً اللعب كجناح أيمن وهو ما علق عليه مدرب الفريق التركي الذي أكد أهمية وإضافة زياش للفريق عند وضعه في مركز صناعة اللعب ويعد تغيير زياش لمركزه فكره تغري وليد ريب رادي الذي سيتابع مدى نجاح اللاعب في التواجد كمتوسط ميدان هجومي مع اللعب خلف المهاجم الصريح بعدما حاول سابقاً الناخب الاعتماد على المغربي كصانع ألعاب بيد أن تميزه آنذاك كان كجناح أيمن وقدم زياش عروضاً قوية مع جالاتا سراي مسجلاً هدفاً في المباراة الماضية أمام باشاك شهير إلى جانب تألقه في باقي اللقاءات التي خاضها مع الفريق التركي